تحياتي وأهلا وسهل فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد المريح بثلاث أهداف مقابل لشيء فوز مريح بيعطيني فرصة إني أتكلم عن ريال مدريد بعد فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي هندخل بنتكلم بتفاصيل هذا اللقاء وخلال مشاهدتكم إلو بطلب منكم تشتركوا بقناة سلبي سبورت وتتركوا لايك على الفيديو لأنكم إصحابي شخصيا كنت متوقع أشوف مبارأ أصعب على ريال مدريد من اللي شفتوا اليوم أولا لأنه ريال مدريد ظهر في النهاية كأنه أحد أكبر الخاسرين في مشروع السوبر الأوروبي من ضمن 12 نادي ربما لأنه تقدم فلورنتينو بريز الواجهة لما خرج في المقابل الإذاعية المشهورة وظهر كأنه الوحيد اللي بقي في دوري السوبر كأنه هو الوحيد الموجود الآن في هذا الدوري هذا الشي كان أنا مخوفني على ريال مدريد اليوم أنه في ضغط نفسي في شعور بالخيبة ربما بالخسارة في السباق هذا أولا ثانيا ريال مدريد بيلعب بدون كروس ومودريج بنتكلم عن اثنين من أهم اللاعبين بالفترة الأخيرة بريال مدريد اثنين بيمثلوا عقل ريال مدريد فكنت خايف أشوف ريال مدريد مشتت ابعيد عن بعضه نتيجة أنه اللاعبين اللي بيوصلوا كل خطوط وكل الجهات مش موجودين والشي الثالث أنه قادش فريق مسيئ وفريق فترة موسم هذا بيلعب فترة جيدة بشكل عام وبيجي عم بيلعب مع ريال مدريد اليوم اللي عنده تفكير كبير أنه الأسبوع الجاي واللي بعده عنده ضغط مباريات لازم يتخلص منه فكانت فيه كثير معطيات بتقول المباراة حتكون صعبة لكن القوة الذهنية لريال مدريد أبينت أنه عزل الفريق تماما عن أجواء دور السوبر الأوروبي بشكل ناجح جدا شيء يحسب لزيدان بالتأكيد وشيء آخر يحسب لزيدان أنه أثبت أنه صار قادر يتحكم بالفريق بغض النظر على الأسماء الموجودة صار فاهم مزايا كل لاعب واللاعب اللازم يكون جلبه عشان يطلع الفريق متوازن في الحالتين الدفاعية والهجومية طبعا ريال مدريد بدأ بثلاثة أربعة ثلاثة زي ما شفنا جميعنا مارسلو ياسار أودرزولا يمين في خط الوسط ولعب اسمه بلانكو بلعب بجانب كاسيميرو بلانكو اللي بدأ اليوم أول مباراة في الليقه هذا الموسم اللاعب اللي أنا لما أشفته عجبني جدا عجبني أهم شيء فيه حسن تمركزه سواء كانت الكرة مع ريال مدريد أو الكرة مش مع ريال مدريد دائما قادر يوقف بشكل ممتاز بدون كرة دائما بيقدر يوقف في مكان يسد فيه مساحة يسد فيه زاوية تمرير بشكل جيد تناسق تمركزه مع كاسيميرو كأنهم لهم زمان بيلعبوا مع بعض وهذا بدل أنه اللاعب عنده وعي كرةوي ممتاز ولما تكون الكرة مع فريقه دائما بوفر نفسه بشكل جيد كخيار تمرير ولما تكون الكرة معاه هادي شخصيته من ريحة في مباراة أولى بالنسبة له بتقول أنه لاعب جيد لاعب ممكن ترهن عليه ربما بيحتاج دقائق أكثر عشان نحكم عليه ريال مدريد دخل باستراتيجية لقاء واضحة جدا بالحال الدفاعية الجميع كان تقريبا كان عم بيتراجع إلا كارين بن زيما إغلاق أي زاوية تمرير ما بين خط وسط قادش وخط هجومه فتم عزل الصندوق بشكل جيد كأنه ما فيه أي لعب من قادش في منطقة جزاء وهذا كان نجاح دفاعي وبعد ذلك في الحال الهجومية كان فيه فكرتين واضحات التركيز على أي مساحة بتظهر فيه أطراف قادش يعني خلف خط الوسط ومقابل خط الدفاع واللعب بسرعة على الأطراف لاستغلال نقطة ضعف قادش في هذه المسألة وهذا الشي نجح فيه ريال مدريد كان دائما قادر عم بيخلق خطورة من الأطراف وحصر على ركل الجزاء من أحد هذه الأطراف ركل الجزاء أخذت اللقاء لاتجاه آخر وربما مباراة اليوم ما فيهش فيها كثير تفاصيل لأنه كان فيه فارق رهيب بين الفارقين لكن كلمة السر أو مفتاح الفوز المريح اليوم كان بتمثل بأنه لعبة ريال مدريد عمله حركية ممتاز جدا حركية مستمرة من معظم اللاعبين تقريبا في خط الوسط وخط الهجوم شفناهم بكثير مواقف على الأطراف بحطوا ثلاث لعبة لعب الوسط اليمين ومقابل المهاجم الأيمن ولاعب الوسط بمد معهم فبصير فيه ثلاثة عاثنين على أطراف قادش بنفس الوقت قادش عانى جدا أمام هذه الحركية فيه مسألة مين يراقب فتخيروا لما تشوفوا أهم لاعب فيه هجوم ريال مدريد كريم بن زيمة عم بيستلم كرات مرتاح أمام المرمى بدون رقابة لأنه كان لما الريال يزيد بالعدد يدخل كاسيمرو بعض الأحيان أو يدخل الأطراف بعض الأحيان اضيع مسألة الرقابة الفردية عند قادش اللي ما كان متحضر كويس لهيك شكل لهيك حركية فكانت المباراة أقرب لنزهة لريال مدريد طبعا ما بعد الشوط الأول كان متوقع يصير الشوط الثاني شوط تبديلات وهذا اللي حصل يصير الشوط تمشيت وقت وهذا اللي حصل وهذا طبيعي وهذا منطقي من ريال مدريد الشئ جميل مش الفوز بس الشئ جميل يشوف كارفخال عم بيرجع الفريق عم بيستعيد لعبيه شوي شوي عم بيقرب أكثر وأكثر من أنه يستعيد معظم أسماؤه في وقت حاسم ولو جاء اليوم خبر فالفيردي اللي بيعني غيابه عن تشيلسي لما تأكدت إصابته بكورونا ربما الشئ الوحيد اللي عندي بدي أحكيه أنه في مسألة اليوم أنه بعد الأداء الرائع من كريم بنزيما وحاسم اللقاء ولي قناعتنا بعلم وجود بديل لبنزيما في ريال مدريد ربما كان أفضل لو ماريانو لعب أكثر من ربع ساعة لو أعطي وقت أكثر يعني ربما حتى لو كان التبديل بين الشوطين كان حيكون منطقي بالزيما يرتاه عنده مبارتين صعبات جايات وبنفس الوقت ماريانو بيشعر أنه عم بصير جزء من الفريق لأنك ممكن تحتاجه بأي لحظة وحسب ما نبين في الدوري نقطة واحدة ممكن تفرق فيه سباق اللقاء فممكن بتلك النقطة يكون صاحبها ماريانو ما حالة بيعرف لو أنت جهزت أكثر لكن ما بقدر أتفلسف على زيدان في مسألة الإدارة لأنه دائما كان عم بثبت أنه هو الصح وإحنا تقريبا الغضب خلوني أنتقل لمسألة السوبر الأوروبي وشو بده يصير في ريال مدريد الناس كثير اليوم بفتح إنستغرام تويتر فيسبوك كثير ناس عم تسألني هيتعاقب ريال مدريد هيتعاقب ريال مدريد هيتم استهداف ريال مدريد دوري أبطال أوروبا زي ما حكى تاع الشرينجيتو هذا وهل هيتم عقوبة بيريز والكلام ها خلينا نكون واضحي في فرق بفقافة الاختلاف عندنا وعندهم في أوروبا عندهم ما حيحاولوا ببالغوا بردات الفعل لأنه لو حاولوا ببالغوا بردات الفعل اللي نصر الاتحاد الأوروبية لكورت القدم والاتحاد الإنجليزي ورئيس الوزر البريطاني واللي نصر فيفا الإعلام الإعلام اللي وقف ضد البطول لو الإعلام كان محايد أو طرح وجهتين نظر كان نسحة القسم والبطول يتمشي بهدوء لكن لما معظم وسائل الإعلام معظم النجوم طلعوا فكانوا هم أساس أي تصرف ضد ريال مدريد بشكل متعمد في دور الأبطال أو ضد بريز بشكل متعمد بأي موقف من المواقف هيخلي الإعلام يرجع خطوة لورا لأنه الإعلام نفسه اللي نصر هالدول نصرهم نتيجة إيمانه بعدالة قضية الأنديل أخرى غير الـ 12 اللي كانوا يعملوا دور السوبر لوحده وهذا الإعلام نفسه من قد نقلب عليك فبالتالي هذا أول شي مسألة استهداف دور الأبطال أوروبا أو هذا المستمع دي تماما لأنه المسألة كثير أعقد مما بنتخيل ولأنه أيضا شيء آخر يعني لما يكون ريان مدريد دور الأبطال مصلحة اتحاد الأوروبي يكون ريان مدريد قوي موجود في دور الأبطال لأنه هو أساس البطولة هذه بعدد بطولاته والـ 13 الشيء الثاني هل حيتم معاقبة الأنديل 12؟ من خبرتي في التجارب السابقة صارت مش بهذا الحد طبعا أنه حيتم تمشاية الأمور أنت خلاص لازم تكتسب الهدوء لازم ترجع تودوا مع بعض تتحاوروا العقوبات أنت كأنك بتقول الأنديل الكبير أنا مش بس مناعتكم ببطولتكم لأ وبدأ عاقبكم هتخلق بمشاكل فأعتقد التوجه العام أنه ماي صير مشكلة وأيضا بنفس الوقت فيه شغل أخير لازم أختم فيها عن الموضوع فيه شيء لازم يعمله فورنتينو بريز الآن إذا حب يستعيد شوي خلينا نعترف الرجل أبهرنا في حوار الإذاعي لكن بعد يوم ظهر وكأنه تم خداعه من جميع اللي معاه ظهر وكأن كل كلام اللي حكاه فيه كتير شكوك وفيه كتير كلام غير دقيق لكن الآن هو محتاج ضربة خلينا نحكي ترجع تجمع جماهير ريال مدريد معها طبعا فيه ضربتين الضربة الأولى أكيد مية في مية أنه يضل سيرجي راموس يجدد لراموس شيء رسالة معنوية داخل ريال مدريد رسالة معنوية بين جماهير ريال مدريد اللي وقفت مع الرئيس لكن تضمن أنه جميع حتكون مع الرئيس ما رح يتحمل برئيس يشوف راموس عم يطلع بعد شهر ويشوف الجماهير تذكر أنه أنت اللي أحرشنا في دور السوبر الأوروبي مش بس طلعت راموس فأعتقد بقاء راموس أصبح قضية علاقات عامة وليس فقط مسألة كرة قدم الآن هذا الجزء الأول الجزء الثاني الريال محتاج نجم طبعا أكيد الناس امبابي هالند الكلام اللي حكاه برئيس بيخوف ماليا أنه ما فيه لا امبابي ولا هالند لكن لو فيه قدرات برزحك ومحتاج صفقة تثبت أنه ما زال قوي ما زال قادر خصوصا أنه كل المؤشرات بتحكي أنه إن شاء الله السنة الجاي في جمهور نوصل لنا نهاية هذه الحلقة كتبكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك توتر انستغرام وبدعوكم تشتركوا بسلمي سبورت على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى